بكرة المطلوب من ميستر كيروش ميستر كيروش شفنا مواجهة الأردن قبل المباراة التوقعات كانت لمنتخب مصر بالنسب كبيرة جداً إن منتخب مصر هيفرض سيطارته على بداية المباراة أمام الأردن من أول ديئة لكن التشكيلة اللي بدأ بها كيروش يعني كان فيها لخبطة شوية أول لعيبة ما قدرتش تحكم السيطرة من بداية المباراة علشان كده الشكل لما تغير في بداية الشوط التاني شفنا الفرق اللي عمله منتخب مصر خاصةً كمان عايز أتكلم على النقطة دي محمد شريف محمد شريف لعب مهم جداً في منتخب مصر محمد شريف لابد وحتماً تواجده من بداية المباراة بيصنع الفارق عنده خبرات بيقدر يسجل بيمس الخطورة كمان على دفاعات الفريق المنافس فالنهاردة مستر كيروش مطالب من بداية المباراة إنه يعدل الملعب علشان النهاردة لما احنا بنتكلم عن الفرق الكبيرة لو ما زبطش الملعب داية المباراة لقدر الله لو مصر داخل فيها جون ممكن ما تلحقش إنك تعاوض آه ممكن تعاوض قدام منتخب لبنان ممكن تعاوض قدام منتخب السودان ممكن تعاوض قدام منتخب الأردن آه احنا عوضنا قدام الجزار لكن مش في كل الظروف ممكن تلاقي الوقت ممكن يسعفك مش في كل الظروف ممكن تلاقي الوقت ممكن يخدمك يعني في منتخب الجزار بغداد بنجاح حصلت للإصابة فالنهاردة فرق جدا مع منتخب الجزار علشان كده مطالب مستر كيروش إنه يقدر يزبط الملعب من بداية المباراة فيه لعبة مهم تواجدها من بداية المباراة محمد شريف من بداية المباراة النقطة التانية أحمد ياسيب هل النهاردة يكون متواجد في دفاعات منتخب مصر ولا زي الأرار بتقول ممكن حمد فتح يلعب مساك أنا مع الرأي إن أحمد ياسين موجود أحمد ياسين خامة جيدة خامة مبشرة لعب بيكتسب خبرات دولية فتواجده في هذه المباراة أكيد مليون في المية هيكون مهم خاصة إن دي حتته عكس حمد فتح ممكن لما بيحصل حاجة بيلعب في خط الظهر لكن أحمد ياسين بيكون موجود من بداية المباراة ترجمة نانسي قنقر